اطلقت الادارة العامة للمرور حملات توعوية الطريق بالقرب من المجمعات التجارية والاسواق مع زيادة الحركة المرورية بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك حيث ان وجود كثافة مرورية في جميع الاسواق تتطلب تواجدا مروريا لتنظيم الحركة المرورية ورفع وعي السائقين باهمية الالتزام بالانظمة والقواعد المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تعطل الحركة كالوقوف الخاطئ والوقوف صف ثاني والانشغال بغير الطريق كاستخدام الهاتف أثناء القيادة وتجنب السرعة لمراعاة وجود كثافة في حركة المشام المختلف الأعمار مما يستوجب الحذر خلال الطريق وتجنب قوة حوادث مرورية في كثف لدارة العامة المرور التواجد المروري في الطرق والتقاطعات الرئيسية والشوارع التجارية التي تحتاج إلى التواجد المروري من الدوريات المتحركة والشرطرات ندعو كافة مستخدمي الطريق لهمية الاتزام بالانظمة والقواعد المرورية وخاصة السلوكيات التي تتكرر في الشهر الفضيل كالوقوف الخاطئ في الشوارع التجارية وغير بدور العبادة وعرقلة الحركة المرورية مراعاة للمشاة وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة لضمان سلامة الجميع وشملت الحملة التوعوية جميع محافظات المملكة وركزت على جميع السلوكيات التي تنتشر خلال شهر رمضان والتركيز على ما قبل الإفطار وقرب دور العبادة بالإضافة إلى دور رجال المرور من خلال الدوريات المتحركة والدراجات النارية على مدار الساعة في جميع الشوارع الرئيسية والطرقات التي تشهد كثافة في الحركة المرورية